موسيقى اهلا بكم كل عزائي المشاهدين والمتابعين اهلا بحضراتكم من كل مكان في العالم ومن كل مكان في الوطن العربي ومن كل مكان في الدول العربية الحبيبة والشقيقة هي يا جماعة اللي بيحصل هذا العام تاني الفين تلاتة وعشرين هتقول لي انت يا عم بتعد تنزل لنا اخبار سيئة انا عايزك تفتح كل وكالات الانباء العالمية والمحلية لا وقل لي اي خبر انت شايفه كويس اذا كان من حروب الحروب اللي ممكن تنطلق بعد ساعات في افريقيا وتبقى كارثة على كل الدول افريقيا وشمال افريقيا خاصة الحروب اللي عمالة تزيد في اتجاه بولندا وابلاروسيا ولتوانيا وحوالين اوكرانيا الحروب اللي ممكن تندلع في لحظة في كوريا الشمالية يعني العالم كله يا جماعة في كوارث حاليا وغير الزلازل ابتدت تاني تنشط وانه امبارح كان في زلزال في تركيا والنهاردة زلزال في تركيا واول امبارح زلزال في تركيا وابتدوا ينقلوا المصانع من تركيا الى الانادول من اسطنبول الى الانادول ومن مرمرة الى الانادول علشان كلام جدي المرة دي عن زلزال اسطنبول غير درجات الحرارة الغريبة الدرجات الحرارة عالية جدا جدا ثم رياح ثم امطار كما يحدث الان اذا كان في الجزائر في بعض الاماكن او في المغرب او في السعودية او في الكويت او الاعاصير اللي جات في الامارات فجماعة في شيء غريب في الارض وقلت لك انا قناعتي الشخصية ان هذا غضب من الله سبحانه وتعالى هذا ما قبل الطفان السماء والله سبحانه وتعالى انظر البشرية جميعا من قبل عدة انذارات وبعدها جاء الطفان اللي خد البشرية بالكامل فاحنا مش بعيد عن كده احنا جالنا انذارات كتيرة جالنا انذار من ساعة كورونا والعالم اللي افل والمساجد والكنائس والمعابد وكل شيء افل والمطارات افلت والدنيا والناس بقت تموت قدامنا في الشوارع وبعد كده ما اتعزناش وابتدت الحروب وابتدت غلق الاسعار وابتدت المعيشة نفسها بقت صعبة جدا وابتدت الفيروسات تاني فاحنا داخلين على انذارات ومحدش داريان تعالوا نشوف معانا دلوقتي بيحدث اعصار مدمر لم يحدث الا مرة واحدة في العمر يعني مفيش بني عادة ما يشوفه مرتين ابدا الاعصار ده تخيل لما يبقى قدامك ما يردوش يطلقه الانذارات تخيل من الاعصار المدمر علشان لو جريت هتروح للنار يبقى قدامك حرائق ونار وخلفك الاعصار المدمر وهذا ما يحدث في امريكا وعدة دول الان يلا بينا نشوف التفاصيل طبعا قبل ما نبدأ يا جماعة ارجوكم موضوع الدعم القناة مهم لان احنا بنتعب وديكو شايفين كل لحظة فيديوهات للاحداث المهمة في العالم فيا ريت تعملوا اللايك مهم جدا تنشروا الفيديو او تشاركوه مع اصدقائكم علشان صوتنا يصل الى الجميع وكمان يا ريت الاشتراك في القناة لو عايز يوصلك كل جديد في كل ساعة وكل لحظة هنقول مع بعض اللهم نستودعك الارض ومن عليها ونتفرج ونشوف ايه اللي بيحصل في العالم مع بعض لو شفنا هنا يا جماعة من جريدة العربية منذ ستاشر دقيقة وهنجيب لكم هنحاول نجيب لكم التاريخ باي طريقة او هنشوفه في موقع تاني النهاردة بننكلمكم يوم السبت تسعتاشر اغسطس او تسعتاشر تمانية اا الفين تلاتة وعشرين هنا بيقولك الاسوأ منذ 84 عاما يعني ما حصلش من 84 عام يعني ما فيش حد يبقى عنده 160 سنة عشان يشوف هذا الاعصار مرة اخرى اعصار مدمر يحدث لمرة واحدة في العمر يضرب امريكا في غضون اسبوع ويشوفوا الاستعدادات واللي حصل قبل ما يبدأ يعني انا عايزك ايه تتفرج وبعدين هنجيب لك بقى بصوا جماعة المياه هل ده ده ايه بصوا الدنيا كلها عبارة عن ايه في امريكا كابوس في شمال غرب المكسيك بيسموه كده قبل وصول الاعصار هيلاري وانه لم يحدث الكل يستعد والدنيا بتفك والدنيا بتشير كل الخيم وكل الحاجات لان الاعصار ده رهيب جدا 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 طيب قبل ما نشوف دوت تعالى نبص بقى على كمان ازاي كان امامهم النار وخلفهم البحار هنا كانوا سيتجهون للنار السبب وراء عدم اطلاق صفرات الانذار اثناء حرائق هواي لما هواي اشتعلت في امريكا انتوا شايفين اللي حصل هواي بالكامل اللي كانت جنة على الارض بالكامل اشتعلت وجيه حتة كان فيها بعض الفيضانات وبعض النيران فما حدش رضى يضرب انذار للعالم انا عايزك تشوف يا جماعة اللي قدامك ده اللي قدامك ده عبارة عن ضمار لم يحدث في التاريخ محدش شاف كده وبالتالي ليه ما اطلقوش الانذارات علشان قالك لو اطلقنا الانذارات الناس هتروح انا عايز اكبر لكم الفيلم ده لان ده خطير جدا جدا ده مرعب اللي احنا شايفينه فحاول اكبره لكم تاني علشان تقدروا تشوفوا الفيديو ده فيديو الله يكون في عون اللي يكون في حاجة زي كده بجد شوفوا بس حجم النيران شكلها ايه والناس بتجري منها ازاي يا جماعة بصوا المناظر بصوا المناظر هل في كده المناظر والدمار وبعد كده لو اطلقوا صفرات الانذار قالك ما اقدرش علشان لو اطلقت صفرات الانذار الناس هتجري على النار من الناحية التانية فبالتالي هيحصل كل السيارات ده منظر بصوا السيارات عاملت زي السيارات كلها اتدمرت البيوت كلها اتدمرت ولا اكنك خارج من حرب نووية وده ما يحدث في هواي وفي امريكا اه الان طيب برضو نجيب بقى الاخبار اللي اللي تتقري علشان نبقى فاهمين ايه اللي بيحصل دلوقتي عندنا هنا من اه صدق البلد المكسيك تطلق تحذيرات من فيضانات كارثية اسمع الكلام واخد فيضانات كارثية مع اقتراض اعصار هيلاري ونقرأ وبعدين برضو السبت ادي التاريخ هو السبت 19 اغسطس 2023 و ادي شكل الاعصار وهو بيتكون من الاقمار الصناعية وهنا تستعد المكسيك لوصول اعصار قوي من ناحية المحيط الهادي ما دفع بالسلطات لاسدار تحذير من فيضانات كارثية محتملة في منطقة سياحية بشمال غرب البلاد وولاية كاليفورنيا الامريكية المجورة يعني ليه حد في امريكا في كاليفورنيا في المكسيك في هواي في كل الولاية دي يبلغهم لان دي كارثة كبيرة من المتوقع ان يدخل اعصار هيلاري منطقة باجا بكاليفورنيا مساء يوم السبت النهاردة اعصار قوي قبل ان يصل الى جنوب ولاية كاليفورنيا في شكل عصفة استوائية وسط تحذيرات من فيضانات قاتلة وحذر المركز الامريكي الوطني الاعصير من فيضانات كارثية ومهددة للحياة من خلال العصفة حتى يوم الاثنين يعني سبت حد اثنين في احداث توقعات صباح اليوم وطلب من السكان توقع هطول امطار غزيرة قبل مركز العصفة بحسب صحيفة الجارديان البريطانية وهنا لو شفنا الفيديو بداية الامطار اللي اهو يوم تسعتاشر التاريخ تحت الفيديو يا جماعة الامطار بدأت بالفعل دلوقتي يعني ده جاي لايف خلي بالكم الامطار بدأت بالفعل دلوقتي والبحر ابتدى امواجه ترتفع وتهيج فخلي بالكم لان فيه كارثة كده هتحدث في كاليفورنيا والمكسيك وهواي طيب نكمل هنا بيقولك وقالة التوقعات النجم وهو يجب اتخاذ الاحتياطات والاستعدادات اللازمة لتأثيرات الفيضانات النجمة عن هطول الامطار يجب ان تكتمل في اقرب وقت ممكن حيث ستزداد الامطار الغزيرة في جنوب غرب الولايات المتحدة ومن المتوقع حدوث فيضانات مفاجئة وحضرية واريو مع احتمال حدوث اثار خطيرة وكارثية محليا من الليلة الى يوم الاسنين ويعد اعصار هلاري حاليا من الفئة الرابعة مع ريح تصل صراعاته 130 ميلا في الساعة في وقت مبكر وتركزت العصفة على بعد حوالي 240 ميلا بين الغرب والجنوب وعلى الرغم منه كذا كذا ان هذا الاعصار لم يضرب هذه المنطقة وبهذه القوة منذ 84 عاما يعني لا محدش هشوفه مرة واحدة في العمر وكمان الناس اللي في لوس انجلوس توقع هطول امطار ونيفادا واريزونا هتضرب هذه المناطق فبرضو اللي في اريزونا ولوس انجلوس ونيفادا يريد تبلغهم عموما في بعظة من الولايات المتحدة ممكن تعم هذه الفيضانات والامطار لو شفنا هذا الخبر كاليفورنيا تحذر من فيضانات شديدة وانهيارات طينية بسبب اعصار هيلاري ودي ده من اليوم السابع ودي التاريخ السبت 19 اغسطس 2023 وشايفين طبعا المناظر الاشجار وقعوا وبدأت الانهيارات الطينية بسبب الامطار فقط حتى الان اتجه اعصار هيلاري المداري القوي اليوم السبت الى جزيرة بابا المكسيكية ما تسبب في تعطيل الحياة هناك وغلق المدارس والمصالح الحكومية في حين اصدرت السلطات في ولاية كاليفورنيا الامريكية المجاورة تحذيرات من فيضانات شديدة وانهيارات طينية حال وصول الاعصار الى الولاية في وقت لاحق من اليوم السبت 19-8 فخلي بالكم وبردو انه هو من 84 سنة لم يحدث ويريد تبلغه كل الموجودين في كل الولايات لانه هيبقى في قطر خاصة المكسيك وكاليفورنيا وهواي هنا برضو اعصار هيلاري القوي اتجه لجزيرة باجا المكسيكية وكاليفورنيا تحذر من فيضانات برضو السبت 19 اغسطس 2023 عندنا بقى حاجة جديدة جدا حصلت دلوقتي في اليابان يعني وتحذيرات من انطار طوفانية وانهيارات ارضية باليابان بسبب الاعصار لان يعني بصوا من الحرارة القاتلة والمميتة الى انطار الى اعصير في معظم دول العالم ابتدت دلوقتي تتجه الى الانطار والاعصير فربنا ارحمنا برحمته دي قصة جديدة من اليابان هنتبعها وهنشوف ايه اللي يحصل لكن بدايتها غير مبشرة البيوت والاشجار زي ما انتوا شايفين وقعت في اليابان والكلام ده 19-8-2023 السكان المحليون ينظرون الى موقع الانهيار الارضي الناجم على الاعصار لان في اليابان فبصوا المنظر تاني الناس طبعا حزنانين على بيوتهم وعلى اشجارهم وعلى شغلهم وتشهد اليابان تغيرات مناخية وسط تحذيرات من امطار غزيرة قد يسبب اعصار استوائي هو السابع الذي يضرب الارخبيل هذا الصيف ولا تزال مناطق وسعة وسط اليابان تحت رحمة الاعصار لان حيث معدلات الامطار وسطات حدود القطر استجاوزت 500 ملي متر خلال 48 ساعة مما ادى الى مضاعفة الاضرار التي تمثلت في توقف حركة المرور وتعليق الكطارات والكلام ده وصولا الى الفيضانات والانهيارات الارضية فضلا عن تعطيل الرحلات الجوية فربنا يرحمنا برحمته لو بصينا في اللي احنا فيه دايما كده لو بصيت لبلوة غيرك بنقول احنا كده في مصر التهون عليك بلوهك يعني احنا عندنا البلوة شوية ازمة اقتصادية عايشين بصعوبة شوية تهر ولكن يا جماعة لما بنشوف تخيل لما حد يشوف يلاقي بيته 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 لقدر الله ولا فيضانات دخلت في كل حتة ولا اكل عيشه اتهده كل دي حاجات صعبة جدا ربنا رحمنا منها ولكن احنا بعيدنا عن الله والغضب يعني قوي والطوفان زي ما انا بقولك قريب جدا لازم تحط في دماغك الله انهى البشرية لما ارسل كتير انذارات للبشرية ولم تتعز واحنا لم نتتعز تاني بقولك مرة وهعيد دوت وانا عارف هتقول لي انت ممل بتعيد الكلام ولكن لازم اقولك احنا افسدنا في الارض وفي البحر وفي الجو افسدنا في كل شيء عشنا فسادا في كل شيء فسادا في الاخلاق فسادا في الدين فسادا في السياسة فسادا في كل شيء واصبح يعني المعصية والخطايا هي السماء اللي احنا بنعملها في حياتنا من اجل كسب المال ومن اجل ان احنا نعيش ومن اجل يعني التسلية والتهلية ويسيبنا كل حاجة في الحياة فيها قرب من الله سبحانه وتعالى ما ربناش عيالنا ما ربناش اولادنا يعني كل حاجة رمناها فالغضب الاله يبقى صعب جدا ولازم نعود لازم نعود لان كل دي انذارات ربنا ارحمنا جميعا وما تنسوش يا جماعة في الاخر نقول اللهم نستودعك الارض ومن عليها تاني نقول اللهم ارفع غضبك ومقتك عنه ياريت تابعوا الفيديوهات الجاية مهمة جدا عشان الحرب اللي هتبدأ خلال الساعات في افريقيا ودي هتأثر عالجميع فياريت تتابعوا الفيديوهات مهمة قوي ياريت تشترك في القناة لو عايز يوصل على كل جديد وتدوس على زرورة تحت الفيديو مكتوب على اشتراك بالعربي او سابسكرايب بالانجليزي ما تنساش يا جماعة تنشروا هذه الفيديوهات وتشيروها عشان تصل لاي حد ليه معارف ازا كان في امريكا او ازا كان في اوروبا علشان يعرف ايه اللي حصل الايام دي وادعموا القناة كلمة حلوة تقولوها للقائمين والفريق القناة علشان ما يحسش ان هو بيشتغلها بقى شكرا حضراتكم انتظروا الفيديوهات القادمة واترككم في رعاية الله وامنه والسلام ختام على الجميع